بسم الله الرحمن الرحيم انتهينا من القسم الأول في باب الآنية وهو من الأقسام المستثنى من أصل الحكم بحل الآنية ونبدأ الآن في القسم الثاني من الأواني المستثنى من الحل أواني الذهب والفضة أو المضبب بهما أو المموه بهما استعمال أواني الذهب والفضة أو المضبب بهما أو المموه بهما له ثلاثة أحوال الحال الأول استعمالها للأكل والشرب وهذا قد انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة والدليل على ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة عند البخاري ومسلم وأيضا حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وهذا أيضا متفق عليه الحال الثاني استعمال أواني الذهب والفضة أو المضبب بهما أو المموه بهما في غير الأكل والشرب استخدام ذلك في الطهارة كالوضوء ونحو ذلك فهذا محرم باتفاق لإم الأربعة أبو حنيفة والإمام مالك الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد فلا يجوز التوضع من هذه الآنية ولا يجوز الإغتسال ولا إزالة النجاسة من إناء فيه ذهب أو فضة سواء كانت الآنية قديمة أو سواء كان الإناء عبارة عن صنبور أي بزبوز من فضة أو ذهب كذلك في المسابح والأحواض المطرية بهما لا يجوز في ذلك كله على المذاهب الأربعة الأدلة على القسم الثاني ما تقدم من حديث حديثة رضي الله عنه وكذلك أن ذكر الأكل والشرب لا يدل على التخصيص بالأكل والشرب وإنما ذكر ذلك خرج مخرج الغالب وعند أهل الأصول إذا كان الشيء غالبا فإنه لا مفهوم له والعلة من التحريم موجودة في سائر الاستعمالات فإذا كان يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وهي من العادات فإن جريان الحكم كذلك في تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الوضوء والاغتسال وغير ذلك يكون من باب أولى الأمر الثالث أو الحال الثالث من أحوال استعمال أواني الذهب والفضة الاتخاذ دون استعمال مثل لو اتخذ إبريقا من ذهب أو ملاعقا من فضة وذلك من أجل التجميل أو لحفظ الثمن أو نحو ذلك فالحكم كذلك يحرم اتخاذها على المذهب وهو كذلك مذهب الشافعية والمالكية قالوا لأن الأصل أن ما حرم استعماله حرم اتخاذه يعني إذا كان يحرم أن يستعمل ويستفاد منه فإن اتخاذه كزينة أو تجميل كذلك يحرم قال ابن عثمين رحمه الله والصحيح في هذا في هذه الحال أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام ابن عثمين رحمه الله يرى أن الاتخاذ في هذه الحالة والاستعمال في الطهارة في الحالة السابقة ليس بحرام وإنما قصر التحريم على الأكل والشرب لماذا؟ قال لأن النهي أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب ولو كان المحرم غيرهما لكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبلغ الناس بيّنه الكلام ولا يخص شيء دون شيء ولو كان كذلك لقال في الأكل والشرب والطهارة ونحو ذلك فلما خصه بالأكل والشرب دل على أن ما عداهما جائز فإن الناس ينتفعون بها في غير الأكل والشرب هذا رأي ابن عثيمين رحمه الله ما يستثنى من آنية الذهب والفضة؟ يستثنى المضبب بيسير من الفضة فقط أما آنية الذهب فلا يستثنى منها شيء وإنما يستثنى المضبب بيسير من فضة فيباح أن يتخذ الإنسان ضبة يسيرة يصلح بها إناؤه إذا كان منكسرا ويستخدمه في الأكل والشرب ويستخدمه كذلك في الطهارة فإنه يجوز له أن يستخدم ضبة يسيرة لكن وضعوا الفقهاء لذلك شروط الشرط الأول أن تكون الضبة من فضة بمعنى لا تكون من ذهب لحديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعبي أو الكسري سلسلة من فضة إذن أن تكون من فضة وأن تكون الضبة يسيرة عرفا بمعنى أن تكون على قدر الحاجة فما زاد عن قدر الحاجة فلا يجوز أن تكون لحاجة بمعنى أن هذا الكسر لا يصلحه إلا الفضة ولا يقوم مقامه ولا يقوم غير الفضة مقامه إذن هذه هي الشروط التي ذكرها الفقهاء في ما يباح من التضبيب بيسير من الفضة للإناء فإذا ضبب لحاجة إناء بيسير من فضة جاز استعماله في الأكل والشرب وجاز استعماله في الطهارة سؤال هل تصح الطهارة وضوءا كانت أو غسلا أو غيرهما في إناء الذهب والفضة؟ تصح الطهارة من الإناء إذا كان من ذهب أو فضة فيرتفع الحدث ويزول الخبث وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله فمن توضى من إناء فيه ذهب أو فضة فإن حدثه يرتفع سواء كان حدث أكبر أو حدث أصغر وإن الخبث إن كان عليه نجاسة تزول لماذا ذهبتم أيها الجمهور إلى هذا؟ لأن التحريم منفك عن الطهارة فالتحريم للإناء لا يستلزم بطلان العبادة وهي الوضوء والغسل فالجهة منفكة فإذن الإناء يحرم أن يستعمل على من قال على رأي الجمهور أنه يحرم استعماله في الطهارة أما رأي بن عثيمير وقد سبق ذكره فإنه يجوز لكن على رأي الجمهور أنه يحرم أن يتخذ إناء الذهب في طهارة أن يستعمل إناء الذهب والفضة ويتطهر منه في غسل أو في وضوء لكن إن فعل فالوضوء صحيح والحدث ارتفع سواء كان حدث أكبر والنجاسة ذهبت ويبقى عليه إثم أنه فعل أمرا محرما وهو استخدام لآنية الذهب والفضة الدليل على أنه تطهر وأنه قد أصبح مرتفع الحدث الأكبر والأصغر وقد زالت النجاسة الدليل قوله صلى الله عليه وسلم ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرتي فدل على أن من توضأ بصب الماء على أعضاء الوضوء بالصورة الشرعية أو على أعضاء البدن كاملة في الغسل فإنه قد ارتفع حدثه ولم يتحدث عن الإناء فدل على أنه إذا فعل ذلك أفاض الماء على جسده من إناء الذهب الفضة فإن حدثه قد ارتفع لكنه يبقى آثم باستعمال آنية الذهب والفضة لمخالفته أنه المتضمن التحريم هذا والله أعلم